بأسرع مما كان متوقعاً ستعود أعداد المسافرين إلى مستويات ما قبل الجائحة في مؤشر على تعافي قطاع الطيران بحسب توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إيهة. ووفقاً للمدير العام للاتحاد ويلي وولش، فإن عدد الرحلات الجوية شهد قفزة نوعية مع تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد-19 في أنحاء العالم. ويعتقد وولش أن التعافي سيكتسب زخماً حتى عام 2023 بالرغم من المشكلات الجديدة التي تواجه قطاع الطيران، مثل ارتفاع أسعار النفط الذي تسبب بزيادة أسعار النقل بنسبة 10% إضافة إلى التضخم ونقص القوى العاملة. التفاؤل والإيجابية التي تسود إياتا ترجع إلى زيادة نشاط الطيران حول العالم في مارس الماضي بنسبة 76% مقارنة بالمسجل في الشهر نفسه من العام الماضي. ما دفع الاتحاد إلى توقع وصول إجمال عدد المسافرين إلى أربعة مليارات مسافر في عام 2024. الزيادة طالت أيضاً حركة الطيران المحلية داخل الدول في مارس الماضي بنسبة 11.7% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. وفي الشرق الأوسط ارتفعت حركة خطوط الطيران بنسبة 245.8% في مارس مقارنة بالشهر ذاته 2021. وهي زيادة فاقت تلك المسجلة في فبراير التي سجل تحسناً بنسبة 218.2%. ترجمة نانسي قنقر